لعبة ويتشر 3 في 2015 وضعت فريق CDPR في خارطة عظماء تطوير الألعاب وحققت نجاحات فنية وتجارية ضخمة وكونت قاعدة جماهرية الفريق التطوير أصبحت تنتظر مشروعهم القادم بفارغ الصبر هذا المشروع أعلن عنه بشكل مبكر في 2012 لكن عملية التطوير الحقيقية بدأت في 2016 واسم المشروع هو سايبر بنك 2077 لعبة RPG تحدث في عالم مستقبلي مليء بالتقنيات المجنونة والأحداث المثيرة عصرنا اللعبة كفريق لترو جيمينج عدة مرات خصوصا في معرض E3 بحيث عرضت علينا خلف الأبواب المغلقة ولان بعد كل هذا الانتظار أصبحت بين يدينا ومضينا الأيام الماضية في تجربتها وعيش لحظاتها المميزة وفي هذه المراجعة بنعطيكم الحكم الأخير في مستوى اللعبة وهل حقا كانت مثل ما يطمح لجمهور فريق التطوير الكبير أو لا خلونا نقولها بكل صراحة هذه لعبة عابرة للأجيال إيش يعني؟ اللي بتشوفونا في اللعبة مش ممكن ينتمي لجيلنا الحالي بل يمكن لجيل آخر قادم وكأنها لعبة راح واحد للمستقبل وجابها لنا مدينة نايت سيتي هي أعظم مدينة تم تصميمها للعبة رأية المدينة الأول مرة بعد التحكم بالشخصية ذكرني لما شفت عالم زلدة نفس البرية لأول مرة بداية اللعبة نفس لحظات الإبهار الأيقونية سواء كنت تنظر للأمر من ناحية فنية وهندسية أم من ناحية لعب وتصميم مراحل ما شفت أبدا مدينة أو عالم لعبة يعج بالحياة مثل نايت سيتي كنت في اللعبة كأني أزور مدينة حقيقية أبغى أروح كل مكان أبغى أشوف كل شيء بنفسي مرة في الليل وأبغى أروح نفس المكان مرة ثانية في النهار عالم اللعبة مذهل ببساطة كل شيء في عالم اللعبة مميز وكأنه مصمم بشكل منفرد من مطور مختلف مع اهتمام مذهل بالتفاصيل حتى في الأماكن اللي ما تقدر تتفاعل معها اللعبة تستخدم مختلف تقنيات الرسوم والغرافيكس عشان تقدم لنا مظهر خيالي بتشوف تكستشر دقيقة بتشوف توظيف رائع للمؤثرات مثل الدخان والشرار وغيرها ويمكن أكثر ما يميز اللعبة هو تقنية ريت ريسينج وكيف تعطيك الانعكاسات لمسة واقعية على كل معالم المدينة سواء انعكاسات على الموية انعكاسات على الزجاج أي شيء زي كذا طبعا احنا جربنا اللعبة على جهاز بي سي باستخدام كرتغرافيكس RTX 3090 هذا يعتبر أقوى كرتغرافيكس في الأسواق وكنا نحصل على 60 إطار وبفضل تقنية DLSS لحسن الحظ ما نعرف كيف بيكون مظهر اللعبة على أجهزة الكونسل لكن هذه اللعبة الآن تضع المقاييس الجديدة لرسوم الألعاب نعتقد أن اللاعبين بيقولون السؤال الشهير هل يقدر جهازك يشغل كرايسس؟ لكن السؤال الآن بيصير هل يقدر جهازك يشغل سايبربنك؟ وبيستمر هالسؤال لسنوات قادمة أثناء اللعبة طبيعة الحال كونها لعبة RPG بتقابل العديد من الشخصيات وتتفاعل معهم وبكلك القرار في ايش تسوي وكيف تتصرف شخصيات اللعبة أقل ما يقال عنها أنها متقنة جدا سواء من ناحية تصميم وكتابة أو من ناحية أداء صوتي وتمثيل شي رائع بكل معنى الكلمة هذا من أعلى مستويات الصناعة اللي يمكن تشوفها في هذا المجال وأنا ما أتحدث هنا عن شخصيات اللعبة الرئيسية اللي بتكون جزء من القصة بس لكن حتى الشخصيات الجانبية اللي صممت عشان تأدي غرض معين في مهمة جانبية حتى هذه تم تصميمها بشكل رائع وتقدم أداء صوتي ممتاز إن كان عالم اللعبة شدنا الاستكشافة فشخصيات اللعبة شدتنا أيضا للقاء كل واحد منها ومعرفة كل شي يتعلق فيه بشكل عام قصة اللعبة رائعة ومشوقة وتحمل العديد من اللحظات المؤثرة سواء حزينة أم سعيدة تضحك أم تبكي في اللعبة بتتمكن من البداية من اختيار خلفية شخصيتك القصصية وكيف نشأت من بين ثلاث خيارات ثم تنطلق في المغامرة الاكتشاف عالم اللعبة وأكيد لاتخاذ بعض القرارات المهمة اللي بتأثر على مسار القصة أثناء لعبنا استطعنا أننا نهني اللعبة في مدة جاوزة 30 ساعة بشوي ولعبنا عدد كبير من المهمات الجانبية ورغم ذلك كان يتبقى لنا كثير مهمات جانبية وبعض الآخر اللي ما اكتشفناه للآن بالتأكيد هي لعبة ضخمة خصوصا إذا أخذنا بالحسبان أننا ما اكتشفنا مسارات القصة والنهاية الثانية المتوفرة أثناء اللعب بتتمكن من التجول في مدينة ضخمة بشكل مشابه للعبة جي تي اي وهنا الكثير بتلقاه عشان تسويه في المدينة من زيارات متاجر بيع وتنفيذ مهمات والدخول في نشاطات مختلفة وفي كثير سيارات ومركبات تقدر تشتريها وتستخدمها المهمات الرئيسية بتظهر لك على الخريطة وفي القوائم وبتحصل بشكل مستمر على مهمات جانبية بعضها صغير وسريع وبعضها طويل ويملك قصتها الخاصة ويسعدنا أن نخبركم أن المهمات كانت في غاية المتعة والتنويع سواء الرئيسية منها أو الفرعية ورغم أننا أنهينا اللعبة إلا أننا فقط نفكر في العودة لها وتجربة كل شي فاتنا مهما كان صغير إذا كنت جربت لعبة دي سي اكس سابقا أو يمكن واتش دوكس بتلقى كثير من الأمور هنا مألوفة من تهكير كاميرات المراقبة إلى وسائل التجسس المختلفة شخصيا كنت أفضل هذا المسار فهو أصعب ويحتاج تفكير أكثر لكن اللعبة طبعا في بعض المواقف طررتني أن أتجه للقتال ومن هذه الناحية اللعبة تقدم تجربة التصوير بالمعتادة هناك أيضا خيار للقتال باليد أو الأسلحة اليدوية وهو مصمم طريقة بسيطة جدا بحيث تستطيع الصد والمراوغة وتنفيذ ضربة خفيفة أو قوية وهنا بتشوف مؤشر اللياقة اللي بيكون لها دور في تحديد عدد الضربات اللي تقدر تنفذها يدويا وأيضا عدد التفادي اللعبة تقدم تنوع كبير في تنفيذ المهمات فعندنا مهمات مطاردة بالسيارة وتصويب متحرك وفي مهمات تجسس وفي مهمات صرقة بيانات وغيرها وأيضا بعض المهمات تطلب منك انقاذ رهينة وفي شروط من وقت الآخر وهداف خيارية إذا تريد تنفذها نفذها ومحبي تعدد المسارات في تنفيذ المهمات بتعجبهم اللعبة جدا بحيث أنها تقدم لك خيارات عدة لكيفية مواجهة المواقف مثل اختيار الدخول من الباب الرئيسي مثل رامبو أو إيجاد طريق للباب الخلفي أو يمكن حتى تقفز من السطح عبر فتحة صغيرة الجود اللي حطه فريق التطوير في اللعبة بيبهرك في كل لحظة تتمعن فيها فمثل ما شفنا في تصميم المهمات وعالم اللعبة وشخصياتها بنشوف هذا وأيضا نحن ندخل قواعم اللعبة بحيث هناك عديد من الشجرات التطوير وخيارات تخصيص مختلفة للأشياء اللي تسويها انت في النهاية عبارة عن نصف إنسان ونصف آلة فمثل ما يأثر فيك الملابس اللي تلبسها مثل العاب الاربي جي الثانية أيضا بيأثر فيك الأعضاء الصناعية والبرامج اللي تخزنها في جسمك خيارات شجرة التطوير بتكون مهمة لك أثناء اللعب بعد خيارات المحادثة بتطلب مستوى معين في شجرة معينة وبعض الأبواب أو أجهزة الكمبيوتر بتطلب مستوى معين لتهكيرها أو فتحها الأمر بيرجع لك إذا اخترت مسار القتال بتقدر تحصل على قدرات مهمة جدا بتخليك رجل خارق للأسف الألعاب من هذا الحجم تعودنا كثير أن نشوف فيها أخطاء تقنية أو بقز كما يقال وبعضها رغم محاولات التعديل الطويلة ما يتمكن فريق التطوير من إصلاحها جميعا وهذا أمر متفهم لكن اللي ما نقدر نتغضى عنه هو الأخطاء التقنية اللي يتأثر على اللعب ولقينا منها في هذه اللعبة وواجهناها عدة مرات لكن فريق التطوير وعدنا بوصول تحديث أو باتش في يوم الأصدار من المفترض أنه يحل كثير من هذه المشاكل لذلك قررنا في True Game تأجيل إعطاء درجة نهائية حتى تجربة التحديث اللي بيتوفر يوم الأصدار حتى نعطي اللعبة تقييم عادل يتوافق مع اللي بيحصل عليه المشتري لمن يشتريها من السوق قبل الختام لازم نتكلم عن أمر مهم في اللعبة وهو يخص نسخة الشرق الأوسط فريق التطوير مشكورا ووفر خيار في جميع النسخ العالمية لحجب التعري في اللعبة وهذا الخيار بيكون إجباري في نسخة الشرق الأوسط اللي ما رح تحتوي على التعريل أيضا في تعريب كامل لنصوص اللعبة سواء قوائم أو محادثات اللعبة تستخدم أحد أجمل الخطوط العربية اللي شفناها داخل اللعبة والحسن الحظ أغلبها من اليمين لليسار من ناحية مستوى الترجمة فأغلبها منفذ بطريقة جيدة مع بعض المواقف اللي اعتدناها واللي تتضمن ترجمة حرفية ما تعطي المعنى الأدق للكلمة في ختام المراجعة كل اللي نقدر نقول الفريق التطوير هو لقد أتعبتم من بعدكم حرفيا مدينة نايت سيتي هي مدينة غير مسبوقة وأستبعد جدا أننا نشوف شيء مثلها لفترة طويلة سايبربنك عبارة عن إنجاز تقني فني مذهل بمعنى الكلمة يثبت أن سي تي بي آر قد وصلوا الآفاق لم يكن أحد يتخيلها وتفوقوا على كل شيء فعلوا في سلسلة ويتشر على الأطلاق وما شفنا من فترة طويلة لعبة تضع البي سي كمنصة رئيسية وتكسر الحدود لما يمكن إنجازه هذه اللعبة تم تصميمها لأدوات غرافيكس مش متوفرة الآن بل بتجينا في المستقبل اصنع لنفسك معروف وادخل عالم سايبربنك في أقرب فرصة بحيث تذهب في رحلة للمستقبل بتشوف أشياء ما قد شفتها من قبل وتعيش تجارب وقصص مذهلة ولحظات ما تنسى صنعها فريق سي دي بي آر كما لم يفعل أحد من قبل ترجمة نانسي قنقر